بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أيها الإخوة في الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح لازلنا في شرح أصول الإيمان وأركان الدين التي بدأ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وبينا أن هذه الأصول جاءت في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان وعلامات الساعة إلى آخر الحديث فذكر من أصول الإيمان ومن أركان الدين الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل فيأتي في صدر هذا الكلام الإيمان بالله عز وجل وقد تكلمنا عن بعض ما يتعلق بذلك وإن شاء الله سنبين أيضا كل ما يتعلق بهذا الركن العظيم وهو الإيمان بالله عز وجل وهو من الإيمان بالغيب ونتكلم عن ما يتعلق بالإيمان بوجود الله عز وجل وبرببيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته بالتفصيل لكننا نبدأ بهذه الأركان التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية التي هي أركان الإيمان وهي الموجودة في حديث جبريل الطويل ومن الإيمان بالله عز وجل والإيمان بملائكته ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم كما قال عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كما قال عز وجل أيضا في الآية الأخرى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وقوله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والملك الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات والظاهر من نصوص الشريعة أن الملائكة الموكلة بالإنسان تكتب كل ما يصدر عنه من أفعال وأقوال لا يتركون شيئا كما قال عز وجل ما يلفظ من قول وهي نكرة في سياق العموم وتفيد العموم الألفاظ وعموم الأفعال ولذلك يجد الإنسان في كتابه الذي ترصده الملائكة يجد فيها كل شيء صدر منه فإن الكفار ينادون عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القيامة وما يرون فيها من السيئات ومن المعاصي يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وورد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله وهو أصح الكتب بعد القرآن الكريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله ويتكلم بالكلمة التي فيها خير وفيها نفع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم القرآن والذكر وإرشاد الناس والإصلاح فيما بينهم الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها الكلمة الطيبة صدقة يكتبها الملك وتقيد في صحيفة العبد فيجدها يوم القيامة أحوج ما يكون إلى حسنة من الحسنات ولذلك فإن الجوارح في كل يوم كما ثبت في الحديث تكفر اللسان تقول له يعني تحرجه يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا فلا يستقيم قلب إنسان حتى يستقيم لسانه فاللسان أمره خطير على العبد أن يحرص على أن يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة والكذب والكلام السيء وكل ما فيه فحش وكل ما فيه معصية لله عز وجل يمتنع عن الكلام وعن نشر هذه الأمور التي لا تعود عليه إلا بالإثم والعياذ بالله والله عز وجل نهى عن الغيبة ونهى عن النميمة ونهى عن الكذب ونهى عن الافتراء ونهى عن الكلام السيء الذي يسيء لأخيك المسلم سواء في دينه أو في عرضه أو في أهله فالله تبارك وتعالى أمر الملائكة الحافظين أن يسجلوا على العبد كل ما يقوله وكل ما يكتبه ولذلك نجد بعض المسلمين هداهم الله خاصة فئة الشباب لا يقدرون ما يسدر منهم من كلام أو ما يكتبونه سواء في أجهزة التواصل الاجتماعي وغيرها كتويتر وفيسبوك وغير من الأمور الحادثة يكتب الكلام ولا يلقي له بالاً فقد يكون فيه والعياذ بالله حتفه وشقاؤه والعياذ بالله يلقي بالكلمة لا يتلفظ بها لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار سبعين خريفاً وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أملك عليك لسانك قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نقول قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فالعبد معمور بأن لا يقول إلا خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت إن رأى مصلحة من الكلام تكلم وإلا سكت لأن كلامك إما أن يكون لك أو يكون عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغيبة والنميمة كما جاء في القرآن الكريم ولا يغتب بعضكم بعضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا والغيبة من الكبائر التي توعد الله عز وجل بها وتوعد عليها بالعذاب الشديد وأيضاً الوقوع في أعراض الناس وفي أعراض النساء هذا من الأمور الخطيرة التي سيحاسب عنها العبد وهي من حقوق العباد على بعضهم لبعض وهي التي لا يغفرها الله حتى يتسامح صاحب هذا الأمر هو الذي إن سمح لك عن ما تكلمت به فيه وإلا فإنه يأخذ من حسناتك والعياذ بالله أو تأخذ من سيئاته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم عنده ولا دينار قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات بصلاة وصيام وزكاة وحج ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقدف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤتى بالغرماء يوم القيامة يوقفون أمامه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله فالأمر خطير بعض الناس يطلق لسانه لا يتورع عن أن يغتاب وينم ويكذب ويتحدث بالكلام الباطل وهو لا يدري أنه محاسب عن كل ما يقوله وعن كل ما يصدر عنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد جاء في الحديث أنه في يوم الخميس تصفى تلك الأعمال حتى إنه يكتب عليه قوله أكلت وشربت وذهبت ونمت الكلام الذي ليس له ولا عليه هذا يؤخذ ويترك ثم يحاسب عن الكلام الذي إما له وإما عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات في الجنة أو يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه كان يجد إنسان على منكر فينصحه ويرشده بالحكمة والموعظة الحسنة يجد إنسان جاره لا يصلي أو لا يحضر الصلوات في المسجد أو يجد عنده بعض المنكرات فينصحه ويرشده فالعبد مأمور المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعض العلماء جعله ركنا سادسا من أركان الإيمان ولا تستقيم حياة المسلمين إلا بأن يتواصوا بينهم بالخير ويأتمروا بينهم بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويأخذوا على يد السفيه ويأطروه على الحق أطرا ويكسروه على الحق قصرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وتغيير اليد للسلطة وللحاكم فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان أن يرى المنكر فلا يراه منكرا فهذا يراجع إيمانه دليل أنه ليس عنده شيء من الإيمان إذا رأى المنكر ولم ينكره بقلبه فهذا دليل على عدم الإيمان وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان فعلى العبد أن يجتهد في نصح إخوانه وتعليمهم وإرشادهم لأن هذه الكلمات مكتوبة لك في رصيدك عند الله عز وجل يرفعك الله بها درجات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يعني لا أحد أحسن ممن يدعو إلى الخير ويعلم الناس ويرشدهم والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو حديث نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فق إلى من هو أفقه منه هذا الكلام الذي تسمعه من آيات القرآن ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الصالح الذي فيه الخير والبركة عليك أن تبلغه لإخوانك وأن ترشدهم وأن تعلمهم ومن علم مسألة فهو فقيهم فيها بعض المسلمين لا يحسن الوضوء وبعضهم لا يحسن الصلاة الحقيقية بأركانها وواجباتها وشروطها وأركانها يجهل بعض المسلمين بدهيات الدين على إخوانه المسلمين لو كان أخوك المسلم بجوارك في الصلاة ولا يحسن أن يصلي لا يحسن الركوع أو لا يحسن السجود أو لا يحسن التسبيح عليك أن ترشده برفق وبلين وبكلام طيب فالدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الأنبياء ووظيفة العلماء ووظيفة الأخيار فلا أحد أحسن ولا أحد أفضل ولا أعلى مرتبة ولا أعلى درجة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فالدعوة إلى الله هي الكلام الطيب الذكر الحسن الكلام الذي سيبقى لك رصيدا يوم القيامة ستجده في قبرك ستجده في عرصات القيامة حين تنتشر الصحف صحف الأعمال كل عبد سيأتيه صحيفته وفيها ما عمل وما تكلم فإن وجد خيرا حمد الله وشكره وأثنى عليه وقال ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها داني وأما والعياذ بالله الكافر والفاسق غير فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي والعياذ بالله العبد لا بد أن يحرص على أن يملأ صحيفته بالحسنات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإن كان مثقال ذرة من حسنات فالله عز وجل لا يظلم العباد شيئا يجازيهم بها من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من قول أو فعل أو عمل أو دعوة أو ذكر أو غير من الأعمال كلها تكون في رصيدك يوم القيام ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والعياذ بالله إما أن يعتدي على أخيه المسلم في نفسه أو في ماله أو في عرضه فكلها تكون يوم القيامة في صحيفتك فكيف تتخلص منها والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فإن تكلمت في عرض أخيك أو في نفسه أو في ما يسيء إليه فعليك أن تعتذر منه وأن تطلبه السماح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون يوم القيامة أن لا يكون هناك دينار ولا درهم إنما هي حسنات أو سيئات ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عن الحسن البصري رحمه الله وهو من أهمة التابعين ومن كبار علماء السلف أنه تلا قوله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد قال يابن آدم بُسِطَتْ لَكَ صَحِيفَةً وَوُكِّلَ بِكَ مَلَكَانِ كَرِيمَانِ بُسِطَتْ لَكَ صَحِيفَةً وَوُكِّلَ بِكَ مَلَكَانِ كَرِيمَانِ أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات فعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت تلك الصحيفة طويت صحيفتك وجُعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ثم يقول الحسن رحمه الله عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً فالله عز وجل هو الحكم العدل جعلك أنت تقرأ حسناتك وسيئاتك جعلك أنت حسيب نفسك وقال الحافظ بن كثير أيضاً في الرواية عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وعن والده العباس في قوله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال يكتب كل ما تكلم به العبد من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله ذهبت وأتيت وشربت وجئت ورأيت حتى إذا كان يوم الخميس وفيه تصعد الأعمال إلى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم خص يوم الإثنين ويوم الخميس بالصيام وقال أحب أن يرفع عملي وأنا صائم يعني يوم الخميس وهذا من أفضل الأيام للصيام لأنه يوم ترفع فيه الأعمال قال حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقي سائره وقال قرأ قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وأم الكتاب هي اللوح المحفوظ فالتغيير والتبديل هي في الصحف التي في أيدي الملائكة عليهم السلام يكتبون الحسنات والسيئات فيمحو الله ما يشاء منها ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا تغيير ولا تبديل فيه فالله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام فهي في لوح محفوظ عنده تبارك وتعالى لا تغيير فيه ولا تبديل وروا الإمام أحمد روي عنه أنه كان يأن في مرضه من شدة المرض كان الإمام أحمد في مرض موته يأن فقيل له إن طاوس بن كيسان رحمه الله قال إن الله يكتب على العبد يكتب الملك كل شيء حتى أنين المريض أنينه وتوجعه من المرض قالوا فما أن الإمام أحمد حتى مات رحمه الله خوفا من أن يكتب عليه الأنين أيضا صاحب اليمين هو الذي يكتب الحسنات وصاحب الشمال هو الذي يكتب السيئات فقد روا الإمام الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر منها ألقاها وإلا كتبت واحدة كما في صحيح الجامع طيب هذه الأقوال والأعمال هل تكتب الملائكة أعمال القلوب إرادات القلوب وأعمالها استدل الإمام الطحاوي وشارح الطحاوية على أن الملائكة تكتب أيضا أفعال القلوب لأن الله عز وجل يقول يعلمون ما تفعلون فإن هذا شامل للأفعال الظاهرة والباطنة واستدل بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة إذا هم العبد بعمل سيئة ومعصية وكل العباد خطاء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فإذا هم العبد بسيئة فإن عملها كتبتها الملائكة قال إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها وهنا الشاهد لأن الهم لا يعلم به أحد وأطلع الله عليه الملائكة فلا تكتبوها فإن عملها اكتبوها سيئة واحدة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عمل الحسنة فاكتبوها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة أما السيئات فلا تضاعف من فضل الله ورحمته من فضل الله ورحمته الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف أما السيئة فإن الله عز وجل من رحمته وعدله وكرمه فإنه لا يضاعف السيئات وفي الحديث الآخر المتفق عليه بين الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يا ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فيقول الله ارقبوه يعني راقبوه هل يعمل تلك السيئة أو لا فإن عملها فاكتبوها له بمثلها سيئة واعدة وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما ترك السيئة من أجلي يعني ترك السيئة خوفا من الله وخشية من الله ومراقبة له لله فتنقلب تلك السيئة التي أراد أن يفعلها إذا تركها تنقلب حسنة من فضل الله ورحمته أيضا ورد في الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم ملكان ينزلان كل يوم فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا المسلم كريم يتصدق ويبذل الخير ويبحث عن أماكن الخير والفقراء والمحتاجين فيواسيهم سواء كانوا جيرانا أو أقارب أو من أخوانه المسلمين فيتصدق عليهم ويتفقد أحوالهم فيخلف الله عز وجل عليه هذه النفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هذا وعد من الله عز وجل اللهم أعطي منفقا خلفا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقه بل تزيده بل تزيده بل تزيده إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم فالله عز وجل يطلب من العباد أن يتصدقوا وأن يعملوا الخير وأن يبذلوا وهو يخلف عليهم هذه النفقة يخلفها عليهم في الدنيا بالخير والصحة وصلاح الذرية وزيادة المال والبركة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صلة الأرحام تزيد في العمر وتزيد في الرزق من أحب أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمة صلة الرحم بالزيارة صلتهم بالهدية صلتهم إن كانوا فقراء بالصدقة وأن يبذل لهم من ماله ما يواسيهم فيه فالله عز وجل سيبارك في عمره ويبارك في رزقه ويبارك في صحته ويبارك في أولاده وذريته بسبب صلته لرحمه سواء كان زيارة أو صدقة أو هدية أو معروفا أيًّا كان وأعطي ممسكا تلفا البخيل الذي لا يتصدّق أو لا يؤدِّي الزكاة وهي رُكنُ الإسلام من أركان الإسلام بعض الناس يتهاون في الزكاة فلا يحصي ما عنده من مال بعض التجار لا يحصي ما عنده من بضاعة ولا يخرج الزكاة وهذا والعياذ بالله على خطر عظيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم يعني يوم القيامة هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم القيامة تحمى هذه الأموال هذه الدنانير والذهب والفضة تحمى يوم القيامة فيكوى بها العبد الذي لا ينفق الزكاة ولا يتصدق العياذ بالله والذي ينفق زكاته فهو على خير عظيم لأنه لا يعتبر من الكانزين الذي يؤدي زكاة ماله لا يعتبر ممن يكنز المال وهذا حق الله عز وجل وحق الفقراء والمساكين لا بد للمسلم أن يتفقد ماله فإذا دار عليه الحول وبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة سواء كان عروض تجارة سواء كانت بضائع سواء كانت أموال سواء كانت من بهيمة الأنعام من الإبل ومن البقر ومن الغنم سواء كانت ثمار قال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده إذا حصد زرعه يؤدي زكاة هذا الزرع للفقراء والمساكين وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الرجل الذي سمع صوت اسمه سمع اسمه يناديه الملك في السحاب أسق حديقة فلان ابن فلان فلما جاء الرجل وسأل هذا الرجل عن اسمه فإذا اسمه الذي سمعه في السحاب قال ما تفعل بمالك وما يخرج من هذه الحديقة من هذه المزرعة قال أقسمه إلى ثلاثة أقسام قسم لأولادي وقسم أتصدق به على الفقراء الثلث والثلث الأخير أرجعه في مزرعة أصلح بها هذا الزرع فسمع صوت الملك يقول أسق حديقة فلان في السحاب فإذا حبس المال أمر خطير توعد الله عز وجل عليه بالنار وبالعذاب ولما منع بعض المسلمين الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه ظن بعضهم أن هذه الزكاة أدى للرسول عليه الصلاة والسلام فلما مات امتنعوا عن أداء الزكاة فقال لهم أبو بكر أدوا الزكاة فهي لله وهي قرينة الصلاة الله عز وجل قرن الزكاة بالصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام فلذلك يجب على من عنده نصاب من المال أي نوع من المال وحال عليه الحول أن يؤدي زكاته للفقراء والمساكين وأيضا أن يكون ينبغي للمسلم أن يقدم لنفسه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا كلنا يا رسول الله ماله وأحب إليه من مال وارثه قال فإن مالك ما قدمت ما قدمت لنفسك عند الله عز وجل من الصدقات ومن إعطاء الفقراء والمساكين فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت اللي بعد وفاتك ما هو مالك سيأخذه الورثة ويقتسمونه وقد يكونوا غير صالحين فيستعينون به على معصية الله والعياذ بالله فقدم لنفسك إذا كنت صاحب مال قدم لنفسك من الصدقات من الأوقاف من أعمال الخير من أعمال البر فستجدها أمامك عند الله عز وجل ولما طلب النبي صلى الله عليه وسلم تجهيز المسلمين في غزوة تبوك جاء عثمان رضي الله عنه بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وزادها ومتاعها ألف بعير يزود بها جيش المسلمين في غزوة تبوك غزوة العسرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما صنع بعد اليوم ولما جاء صحابي بناقة مخطومة قال النبي صلى الله عليه وسلم لك يوم في الجنة ألف ناقة مخطومة بسبب ناقة واحدة يعطيك الله عز وجل العطاء الكبير والأجر العظيم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا ولا شك أن دعاء الملائكة مستجاب كل واحد من هذين الملكين يقول اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه البخاري في صحيحه ورواه الإمام المسلم أيضا أيضا قد يرسل الله عز وجل الملائكة للابتلاء والاختبار كما في صحيح البخاري في حديث الثلاثة وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصة الثلاثة المشهورين إن ثلاثة من بني إسرائيل ثلاثة رجال من بني إسرائيل رجل أبرص ورجل أقرأ ورجل أعمى فأراد الله عز وجل أن يبتليهم وأن يختبرهم فبعث إليهم ملكا في صورة رجل فأتى الأبرص فقال له أي شيء أحب إليك قال لون حسن يعني جلده أصابه مرض البرص وتغير لون جلده قال ماذا تحب قال أحب لونا حسنا وجلدا حسنا ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس عليه قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر كما شك راوي الحديث قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر فأعطاه الملك ناقة عشراء يعني حامل في عشرة شهور وقال بارك الله لك فيها ثم ذهب إلى الرجل الأقرأ الذي ليس على رأسه شعر قال أي شيء نحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فيه قال فمسح الملك على رأسه فذهب عنه القرأ وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها ثم أتى للرجل الأعمى قال أي شيء نحب إليك قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس قال فمسح على عينيه فرد الله عليه بصرا قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاتا والدا يعني قريبا من الولادة فأنتج هذان صاحب الإبل وصاحب البقر وولد هذا صاحب الغنم فكان للأبرص كان له واد من الإبل وللأقرع واد من البقر وللأعمى واد من الغنم لأنه أعطاهم الملك وهو على هيئة رجل ودعا لهم بالبركة ثم تركهم مدة طويلة ثم رجع إليهم وأتى للأبرص في صورته التي كان عليها أتى الملك بصورة رجل أبرص فقال له رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أنا رجل فقير ومحتاج ومنقطع في سفري ابن سبيل أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أسألك أن تعطيني بعيرا أتبلغ به في سفري فماذا قال الأبرص هل شكر النعمة قال لا الحقوق كثيرة قال له الملك وهو على هيئة رجل قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال ينكر هذه النعمة قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر قال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه ثم تركه وأتى إلى الأقرع في صورة الأقرع فقال له مثل ما قال للأبرص ورد عليه الأقرع مثل ما قال قال له الحقوق كثيرة وأنا ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي فقال له إن كنت كما تقول فصيرك الله إلى ما كنت عليه صيرك الله رجلا فقيرا أقرع ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته وقال أنا رجل مسكين ورجل أعمى وابن سبيل إن قطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاتا أتبلغ بها في سفري فقال قد اعترف الأعمى هذا الرجل الخير قال نعم قد كنت أعمى فمن الله علي ورد علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله عز وجل فقال له الملك أمسك عليك مالك بارك الله لك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عليك وصخط على صاحبيك العبد إذا أعطاه الله عز وجل مالا أو صحة أو ولدا أو رزقا أو خيرا فعليه أن يعلم أن هذا من الله عز وجل عليه أن يكون شاكرا منفقا حامدا لله عز وجل على هذه النعمة ولا يتنكر لنعمة الله ويقول أنا كسبت هذا المال بقوتي وبحيلتي وبذكائي وبعقلي لا هذا رزق الله عز وجل ساقه إليك وأنت كنت سببا فقط وإلا الله عز وجل قادر على أن يأخذ هذا المال بين عشية وضحاها كما قص الله عز وجل ذلك في سورة الكهف في قصة الرجلين الرجل الذي أعطاه الله حديقة ونهرا ونخلا وغيرها وأمكر هذه النعمة والعياذ بالله فغضب الله عز وجل عليه ومحق تلك الحديقة وأرسل عليها قاصفا من الريح أو إعصارا من النار فأحرقها فأصبح ليس بيديه شيء ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا والعياذ بالله على المسلم أن يكون شاكرا منفقا متصدقا حتى يبارك الله عز وجل وما تصدقت به فإنه لا يضيع عند الله عز وجل ستجده يوم القيامة أمامك أيضا من أعمال الملائكة أنها تبشر الصالحين تبشر المؤمنين عند الموت وعند النزع وتطمنهم كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون فهي تبشر المؤمنين وتبشر الصالحين بالجنة وبالخير وبالنعيم المقيم وتثبتهم عند الموت وعند النزع وفي عرصات القيامة إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيساء وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رأيم الملائكة تبشر المؤمنين الصالحين وفي المقابل والعياذ بالله بالنسبة للعصات والكفار فإنها تبشرهم بالعذاب والنار قال الله عز وجل في الملائكة أخرجوا أنفسكم تخاطب الكفار والمنافقين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وأيضاً ورد أيضاً أن الملائكة تنادي إذا أحب الله عز وجل العبد وكان من الصالحين فإن الله عز وجل ينادي جبريل عليه السلام إني أحب فلاناً فأحبوه فأحبه يا جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض فقد روى الإمام البخاري ومسلم رويا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحببه فيحبه جبريل عليه السلام ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وروا الإمام البخاري أيضًا في صحيحه عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لحسان الذي كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو الكفار ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع لحسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع له النبي صلى الله عليه وسلم منبرًا في المسجد وقال له وقال له أهجهم وروح القدس يؤيدك كما ثبت في صحيح البخاري في حديث حسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم أيده بروح القدس وفي الصحيح أيضا أن النبي هريرة أن سليمان عليه السلام النبي سليمان بن داود قال لعطوا فن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قال لسليمان عليه السلام قل إن شاء الله فلم يقل ونسي سليمان عليه السلام أن يعلق هذا العزم بالمشيئة لأنه لا يكون إلا ما يشاء الله عز وجل وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فنسي سليمان عليه السلام أن يقول فطاف بنسائه أعطاه الله عز وجل قوة مئة رجل فطاف على مئة امرأة في ليلة واحدة ولكنه نسي أن يقول إن شاء الله فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان لأنه لم يقل إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن سليمان عليه السلام قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته في أن تحمل نساؤه غلماناً رجالاً يجاهدون في سبيل الله فالملك ذكر نبي الله سليمان وأرشده إلى الأفضل وإلى الأكمل أيضاً الله عز وجل أخبرنا من أعمال الملائكة عليهم السلام أنهم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون على المؤمنين كما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي وهم يصلون على المؤمنين أيضاً كما قال عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين ومعنى الصلاة من الله هي الثناء على العبد عند الملائكة صلاة الله على رسوله أو على المؤمنين هي ثناء الله على العبد عند الملائكة لأن الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم يعني ذكرته عند الملائكة وثناء الله وصلاته على العبد هو ثناءه عليه وذكره بالذكر الطيب عند الملائكة كما رواه الإمام البخاري عن أبي العالية وقال غير الإمام البخاري الصلاة من الله عز وجل هي الرحمة للعبد وقد يقال لا منافات هي الثناء على العبد والصلاة عليه وأيضا من أعمال الملائكة العظيمة أنها تصلي وتستغفر لمعلم الناس الخير الذي يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الخير تصلي عليه الملائكة كما قال الإمام الترمذي في سننه روى عن أبي أميمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير فليس هناك أفضل من تعليم الناس الخير ودعوتهم إليه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وليس فقط الدعوة إلى الله أن ترتقي منبر أو تجلس في مجلس تذكر الناس فقط فأنت تناصح إخوانك وجيرانك وأهل بيتك وأهل مسجدك وأهل وأصحابك في عملك إذا رأيت منكرا تذكرهم إذا رأيت منكرا في طريقك فأنت تعلم الناس الخير فالملائكة تدعو لك والنملة في جحرها تستغفر لك والحوت في البحر يستغفر لك ويصلون على معلم الناس الخير أيضا ممن تستغفر لهم الملائكة الذين ينتظرون صلاة الفريضة في المساجد في صلاة الجماعة كما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه ما دام في مصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ما لم يؤذي الملائكة دائم تستغفر لك وتدعو لك وتصلي عليك ما دمت في مجلسك تنتظر الصلاة في مسجدك تنتظر الأذان أو تنتظر إقامة الصلاة فالملائكة تدعو لك وتستغفر لك فهل في أفضل من هذا أن الملائكة تدعو لك وتستغفر لك وتذكرك وتصلي عليك وأنت في بيت من بيوت الله تنتظر إقامة وأداء فريضة من فرائض الله عز وجل وهي الركن الثاني من أركان الإسلام عمود الإسلام الصلاة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهو في النزع الأخير يقول عليه الصلاة والسلام وهو يلقي كساء على وجهه من شدة ألم الموت وشدة الاحتضار ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات يقول عليه الصلاة والسلام وواضعا خميصة يعني قماشا على وجهه ثم يرفعه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات ثم يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم آخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النزع الأخير في سكرات الموت يقول الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم من ترك الصلاة فقد كفر يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هي عمود الدين ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال بعض المنتسبين للإسلام يهملون ويتكاسلون عن أداء الصلاة بل بعضهم يتكاسل عن أداء الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى أتاه الأعمى وقال يا رسول الله إن بيني وبين مسجدك هوام وعقارب يعني وسباع بيني وبين المسجد وظلمة وأنا أعمى لا أشاهد وليس لي قائد يقودني إلى المسجد أفت تعذن لي يا رسول الله صلي في بيتي قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم تسمع النداء تسمع الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلع قال نعم يا رسول الله قال أجب لا أجد لك رخصة فما بال بعض المسلمين وهو في صحته وفي عافيته وقد توفر له ولله الحمد الأنوار وروصفة الطرق وتوفرت له وسائل النقل وقرب بعض المساجد قريبة من بيوتهم ويسمعون الأذان ولا يأتون إلى المساجد هؤلاء على خطر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام ومعي حزم من حطب إلى أقوام في بيوتهم لا يحضرون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والصبيان النساء والصبيان لا تجب عليهم صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة وأول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة في هجرته المباركة أول عمل عمله بنى مسجده عليه الصلاة والسلام وقال في ناقته دعوها فإنها مأمورة فترك الصحابة الناقة حتى بركت في موضع مسجده صلى الله عليه وسلم مأمورة من الله أن تدل رسوله على موضع مسجده وهو المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة فأول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد فالملائكة تصلي على العبد ما دام في مصلاة ما دام ينتظر الصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى تقام الصلاة وهو ما لم يحدث ما لم يعني ينقض ضوءه ما لم يعذي أحدا من المسلمين بعض المسلمين هداهم الله قد يكونوا يتكلم والناس يصلون الناس يتسننون يستغفرون يدعون يقرؤون القرآن وهو في سواليف وفي كلام لا يستفيد منه أو مشغل جواله ويناظر فيه ويطالع فيه ويترك الاستغفار والذكر وهذا من الحرمان أنت في روضة من رياض الجنة في بيت من بيوت الله الملائكة تدعو لك وتستغفر لك قد أتيت إلى بيت من بيوت الله فلا يكن عملك إلا حسنا ودعاء واستغفار وذكر وتلاوة للقرآن فتكسب الحسنات والأجر العظيم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم إنا نسألك يا الله أن تنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعليه الصعب أجمعين لا أهلا أهلا